السلام عليكم ورحمة الله عشنا مع بعض في حلقات سلام في العشر الأوائل من رمضان وتكلمنا عن أبواب السلام لأن احنا قلنا أن رمضان السنة دي هو رمضان السلام وتكلمنا في العشر الأوائل عن السلام في المعاملة مع الله ودخلنا في التلت التاني اللي بنرجو أن احنا ندخل فيه الجنة جنة العلاقات مع الناس وإزاي يكون السلام فيها هو مفتاح جنة العيش مع الناس ومبارح تكلمنا عن سلام من أعز أنواع السلام هو سلام الأنس الله سبحانه وتعالى خلى كل شيء حوالينا محل وكأس نشرف فيه شهد الأنس إيه اللي يخليه الإنسان بقى يشوف نعمة ربنا سبحانه وتعالى في العلاقات سلام مهم جدا جدا في حياتنا لو اختفى السلام ده اللي احنا نتكلم عنه النهاردة بعد ما تكلمنا عن الأنس لو السلام ده مش موجود الأنس مش هيكون موجود مش هيكون موجود أي حاجة في العلاقات العلاقات ممكن كلها تتحلل وتتفكك إيه السلام ده اللي احنا محتاجينه جدا جدا في علاقتنا بالناس سلام مهم جدا اسمه سلام الاتزان لما بنشوف الناس في علاقتهم بنقي إن الود والاحترام اللي عايشين بيه الناس من سنين طويلة والحب اللي في قلوبهم مش بيقل بنبقى مبهورين قوي إن الناس دولهم حفظين على ده وبنسأل يا ترى عملوا إيه عشان يحافظوا على الحب اللي بينهم على مدار السنين الطويلة دي إيه العلاقة المعمرة دي إيه العلاقة العيشة العلاقة القوية دي بيكون أهم سر من أسرار المتانة العلاقة دي وتماسكها هو الاتزان أكتر شيء بيصوني القلوب من كل دواعي الإحساس بالواجع والخزلان والأهر سلام الاتزان كتير بكلمكم أنا وأنتوا عارفين إن المصطلح ده باهتم بيه شوية بكلمكم عن هشاشة العلاقات إن العلاقات بقى اتهشة في حياتنا دلوقتي اللي سبب من أسبابها الكتيرة إن إحنا مش متزنين بس ده كمان تسبب في شيء أصعب من كده اسمه إيه بقى هشاشة العلاقات عملتنا إيه سيولة في العلاقات بقى عندنا حاجة اسمها سيولة في العلاقات يعني إيه سيولة في العلاقات يعني العلاقة ما يكونش لها حدود واضحة والعلاقة اللي ما لهاش حدود واضحة دي ممكن تخبط في قلوب الناس وتكسر بالخواطر وتتعب الأطراف الأخرى لإن العلاقة ما حدش عارف الغاية منها ولا عارف المسئوليات بتاعتها ولا عارف هي نهايتها إيه شكل من أشكال السيولة إننا نفقد حدود العلاقة طيب إيه علاقة ده؟ إن السيولة دي لإنه مفيش اتزان عندنا زي ما لها شاشة تسبب فيها عدم الاتزان السيولة كمان سببها إنه مفيش كمان اتزان لإنه إحنا بنتوقعين أشياء كتيرة من الطرف التاني مثلا في السيولة فمثلا الإبن المتوقع من أبوه إنه يشيل حياته كلها يقوم بحياته كلها ويبزل كل حاجة ومتوقع منه إنه يكون بديل عنه في أي حاجة صعبة فده يخلي العلاقة عمياء أو عوراء فيشوف الإبن نفسه وما يشوفش أبوه أبدا ولما الأب يقوم بكل الأعباء دي عن الأبناء يصبح الأولاد عندهم حالة من حالات الاعتمادية المرة وده عدم اتزان في العلاقة ومع سيولة العلاقات كمان يرتفع سقف التوقعات قوي وخاصة ما بين الزوجين فكل واحد يتوقع من التاني إنه هيكون السبب في تحقيق أمني وساعدته وخلاصه من كل الوجع والحزن بالطريقة اللي هو محتاجة في كل وقت فيبقى كل واحد فيهم بيعتمد نفسيا على الطرف الآخر ومش مدي للطرف الآخر فرصة إنه هو يحصل له النضوج والطرف الآخر بيبقى حاسس بالعب اللي بيوصله لحالة العجز لأنه حاسس إنه مطلوب منه أشياء كتيرة مطلوب منه إنه يبقى هو الأب اللي هي افتقدته هو مطلوب منها إنها تبقى سورة الأم اللي هو عاش في حضنها وحسسته بإنه هو ملك الدنيا وما فيها لكن أمه ماتت وهو عنده 15 سنة وأبوها مات وهي عندها سبع سنين أو انفصل عن والدتها فكل واحد فيهم بيطالب التاني بحاجات هو ما تعلمهاش وما يعرفهاش أشياء كتيرة جدا مش قادر يلبيها بالقدر المرضي فتيجي بعض الزوجات بسبب التوقعات بعد الجواز تقول أنا مصدومة مش ده الراجل اللي أنا كنت حبيته وهو يقول مش ده الست اللي أنا حبيتها وتبدأ تحصل فجوة وجفوة بين الطرفين ويبدأ ميزان الاعتدال في العلاقة يختل وسبب أسباب سورة العلاقات كمان وإن هي ما فيهاش نور للاتزان هي الأبواب المواربة وركزوا شوية في المستلح اللي أنا بقوله لكم ده الأبواب المواربة والأبواب المواربة في رمضان لازم تتقفل بالذات زي ساعات يكون فيه باب موارب بين الأب وابنه مثلا إن الأب عارف إن ابنه فيه حاجات هو مش مقدره وبيهرب منه لإن فيه حاجات بينهم شافوا في وضع مش مناسب فيه باب موارب كده والأب مش عايز يواجه ويسيب الباب موارب متصور إن الباب الموارب أفضل من الباب المفتوح اللي هو لو تفتح هيجيب واجع وقلم وضيق فسيب الباب موارب الأبواب المواربة كمان منها باب موارب مهم عارفين واحنا ده إن تكون فيه علاقة غير مرسومة بين مولد وبين علاقة غير مرسومة بشكل صحيح في منطقة الصداء وهل في الارتباط ولا ما فيش ارتباط وهل العلاقة انتهت ولا ما انتلتش فأكتر حاجة تجيب سم وجراح وخزلان وآلم ووجع الأبواب المواربة دي في الاتزام في العلاقة ما فيهاش التفاتات الالتفاتات دي بتخليك تنحارف عن الطريق إلى الله وتنحارف عن كون إنه هو العون والمدد من الله سبحانه وتعالى وإن هي تخليك قلبك بيخضع لسلطان الهوى الاتزان إذا فقدته بتبقى ما عندكش غير إنك أنت تكون مستجيب وتكون واقع في الحاجة اللي ربنا حذرنا منها أفرأيت من اتخذ إلهه هو هوى والاتزان هو اللي بيخليك قادر تشوف النور فتخرج من ظلام الهوى وخاصة في العلاقات قادر تشوف الرز فيها في العلاقات فتشكر ربنا سبحانه وتعالى إنه هو ما خلاش العلاقات دي مستهلكة العلاقات دي مهم جداً لاتزان فيها لإن الاتزان فيها هو اللي بينجيك إن العلاقة تبقى مستهلكة ولا العلاقة تبقى مرة ولا العلاقة تبقى تقيلة أو العلاقة تكون بتبعدك عن حضرة مولاك سبحانه وتعالى إيه الأصول اللي ممكن تخليه العلاقة متزنة وتخلي العلاقة في مصطلح مهم أكلمكم عليه اسمها العلاقات المبصرة وأكلمكم عن المصطلح ده ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم وإحنا بنتكلم على سلام الاتزان وسلام الاتزان ده سلام من أجل أنواع السلام اللي ممكن نعيش به في العلاقات وبدونه العلاقات زي ما قلنا بتتفكك وعشان كده كنا وقفنا على الكلام على إزاي العلاقات تكون علاقات مبصرة إحنا بنأسس لفكرة العلاقة المبصرة العلاقة المبصرة دي لها ست أضلاع ست أسس ست أسس دولة عاملين بالضبط زي أركان خلية النحل اللي ممكن تخليك بدل ما تاخد مر العلاقات تاخد شهد العلاقات أول أساس هنا اوعد تدخل في علاقة ملهاش غاية ملهاش هدف في ناس بتدخل العلاقات بلا هدف فلازم تتعود لما تحب حد تسأل نفسك ليه مثلا أنا بحب زوجتي ليه بحبها لأن ربنا سبحانه وتعالى جعلها نعمة ورزق لي وليه بحب النعمة والرزق اللي في زوجتي عشان بتجعل قلبي معلق بالله سبحانه وتعالى فغاية الغايات اللي أنا ممكن أضعها في العلاقات اللي وضحها حضرت النبي في قولي أن يحب المرأة لا يحبه إلا الله لما بنفكر الغاية في علاقتنا إيه العلاقة بتنور وتزداد بركة وما بيكونش فيها التفات عن الله سبحانه وتعالى لأن في أوقات كتيرة في علاقات زي علاقات البزنس مثلا مع الناس أو علاقات حتى في العلاقات العطفية بنخليها ساعات ما لهاش علاقة بالله سبحانه وتعالى وما يبقاش غايتها الوصول لله فساعات الناس مثلا في العلاقات العطفية يخدعوا نفسهم واحد بيخرب بيت حد واحدة بتخرب بيت واحد أو واحد بيخرب بيت واحدة وبعدين يصحوا نفسه يصحوا بعض في الفجر طب ليه؟ لأن العلاقة دي مش علاقة مبتصرة مش علاقة متزنة وما فيهاش بركة الحاجة التانية أن العلاقة لازم يكون فيها نفع حياتي والنفع هنا مش نفع شعوري لا العلاقات لازم يكون بتبني على الإحساس أن العلاقات لابد تبني على النفع بمعنى المصلحة اللي فيها خير المصلحة هنا مش المصلحة الكمية النفع بمعنى الزيادة في الخير كل العلاقات لازم تتأسس على أن لما يكون الإنسان ضعيف جعل ربنا العلاقات عشان تبقى مدد لي عشان يتضاعف الخير بالعلاقات فلما علاقتك عايز تعرف أن أنت العلاقة مبصرة ولا لا هي زوادة الخير ولا لا يعني وجودي في حياة أهلي زوجتي وأولادي وزوجي وأولادي لازم يكون فيه خير زيادة في الخير مش إبقى أنا اللي بستهلكم لازم كل واحد فينا يكون قيمة مضافة قيمة مضافة عن خير زيادة يكون سند يكون بيشجع يكون داعم يكون بيقوم بكل الحاجات اللي ممكن يكون الطرف الآخر لما أنت تطفى إليه يحس أن حياته مليانة بصلة الله وأن أنت بقيت رزء من الله سبحانه وتعالى وهيب من الله القاعدة التالتة والأساس التالت أي علاقة لازم تكون جادة ما فيش حاجة اسمها العلاقات المكسولة المتراخية ما فيش كده يعني لازم الطرفين يبزلوا حتى بين الأباء والأولاد العلاقة اللي فيها إهمال عاطفي مثلا علاقة غير جادة لما الأب يهم الأولاد عاطفيا ولما الأولاد كمان يهملوا أبوهم عاطفيا دي علاقة غير مبصرة دي علاقة فيها عوار العلاقة اللي فيها كسل وعجز ووخم بتصدي ويحصل فيها ترقمات فتجعل العلاقة هشة فتكون البنوة هشة والأبوة هشة وتحس البنت هشاشة وجود أمها في حياتها وتحس الأم هشاشة وجود بنتها في حياتها لأن هي البنت ما بتبزلش البنت ما بتشقرش البنت ما بتتفقدش أمها ولذلك أي علاقة لازم يكون فيها بزل وفيه فرق على فكرة جدا 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 ما بين البزل والتنازل البزل مش هو التنازل فالعلاقة مولود جديد كل طرف بيضيف في العلاقة وده اللي علمونا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم محض الجمال كله حضرة النبي لما قال خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي يعني أنت لازم تكون علاقتك حتى بأهلك بتضيف ليهم خير ما تبقاش أنت بتمتص مش مصص دماء القعدة الرابعة أن أي علاقة أنت فيها لازم هتدخلها لازم تكون مؤهل لها يعني مثلا كثير من الأباء وكثير من الأزواج كثير من الأزواج لما بيدخلوا ويبقوا أباء بيكونوا أباء وهم مش مؤهلين أنهم يبقوا أباء لا الأم مؤهلة أنها تبقى أم ولا الأب مؤهل أنه يبقى أب وما تأهلوش إزاي ربوا أولادهم إزاي مثلا يتعاملوا مع أفكار جديد إزاي يتعاملوا مع احتياجاتهم ولو حد عايش مع حد وهو مختلف عنه هو مثلا شخص بيحب يخرج ويكون الشخص التاني شخص بيتوتي إزاي هيديروا الخلاف اللي بينهم ده فمحتاجين نتعلم شوية إزاي نتعامل مع اختلافنا مثلا زوجة تقول هو راجل طيب بس كسول أو عاجز أنه يغير حياته لأن هي مش قادرة تتعامل مع تنوعه واختلافه عشان هو محتاج يتعلم مهارات يطور بيها حياته يطور بيها ذاته وهو يشوفها أو زوجتي مش بتعرف مش أتكلم معاها مفيش حاجة بتعجبها وبتحسسني إن أنا مش مال يعنيها فهي محتاجة تتعلم مهارة التقدير والامتنان في ناس ممكن تدخل علاقة مع حد جعان عاطفيا فيبتزوا عشان يشبع جوعه من غير ما يكون واعب ده أو إخوات يبتلعوا بعض مش عشان هم وحشين لكن المشكلة إن هم مش عارفين إزاي كأخوة يعيشوا الأخوة مع بعض لأنه كانوا مفروض يتأهلوا لده القاعدة الخامسة اللي تخلي العلاقة مبصرة أي علاقة لازم يكون لها معايير ومثلا لازم الناس في العلاقات الطرفين في العلاقات لازم يتفقوا على المعايير زي مثلا المتجاوزين لتنين لازم يتفقوا على خطوط الحمرة أنا ما بحبش إن يكون لك علاقات مع ستات أنا ما بحبش اللي يشرب أنا ما بحبش إن نحن نتكلم كلام فاضي عن الناس خطوط حمرة كده ويتفقوا كمان على الأصول إحنا الأصل نحن بنطور حياتنا ويتفقوا كمان على التفضيلات أنا بفضل أن الزيارات العلاقات ما تكونش متاسعة أنا بفضل أني أنا نخرج مع بعض كل شوية أنا بفضل أننا نجدد شوية علاقتنا. أنا بفضل أننا أكون شوية عندي خصوصية في عملي لازم التفطوات دي تكون كلها واضحة سادس حاجة وآخر حاجة أن العلاقات لازم تخرج أجمل ما في الطرفين العلاقة المبصرة كل واحد فينا بيخرج أجمل ما في الثاني. ولذلك شوف علاقة علاقة كامل الجمال حضرة النبي بالصحابة. شوف علاقته نورة الصحابة إزاي فبقى عندنا مثلا عندنا سيدنا أبو بكر الصديق فأخرج أجمل ما في سيدنا أبو بكر الصدق. وأخرج أجمل ما في سيدنا عمر الفاروق وأخرج أجمل ما في سيدنا علي فبقى باب مدينة العلم وستين عائشة بقيت أعلى من نساء الأرض وسيدنا عروى ابن زباير. ما رأيته أحدا من الناس أعلم بالقرآن ولا بفريضة ولا بحلال ولا بحرام ولا بشعر ولا بحديث العرب ولا بالنسب من عائشة. شوف سيدة عائشة بقت إيه؟ عشان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أخرج أجمل ما فيها يبقى العلاقات المتازنة لازم نتخرج أجمل ما فينا محتاجين نتدرب عشان نبقى في سلام الاتزان ورمضان فرصة. تعالوا نشوف بقى إيه الحاجات اللي ممكن تساعدنا عشان ندخل تجربة بقى سلام الاتزان سلام الاتزان اللي محتاجها العلاقات أول حاجة عشان نقدر نخوض تجربة سلام الاتزان أول حاجة حاول دايماً إنك ترتب أولوياتك إن ترتيب الأولويات بيحفظ العلاقات من الاستهلاك لإن ترتيب الأولويات ولما تكون الأولويات واضحة عند الطرفين ده بيحفظ على العلاقات لإن عشان ما نميقاش اتنين ماشيين في مصارين وبعدين يقولوا إحنا إيه اللي حصل ده ونزاك ترتيب الأولويات مهم جداً 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 عشان يباني الكلام ده تاني حاجة لازم يكون لديك ورد من العناية بنفسك لازم تكون عندك عناية بنفسك عشان تكون متزن لإن كتير من الناس ابتكر حديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم إن اللي نفسك عليك حقاً فتمارس رياضة تتقن عملك من غير الاستهلاك تحاول كمان تتعلمه هواية لكن إنت لازم تهتم من نفسك لإن الإنسان اللي بيكون مهتنب نفسه بيكون في الغالب ما بيرفعش سقف تققاته عنده حاجات كتيرة في حياته وبيكون أقرب للاتزان لإنه مش بيكون عنده نهم إن حد يهتم به فيضطر يبتز حد عاطفياً أو يستهلكه تالت حاجة زود قيمة مضافة في حياتك في حيات أحبابك كل يوم زي دعم زي تشجيع زي مفاجأة مسعدة تطيب خاطر حد ويا سلام لو معلت الكلام ده وتمع أهل بيتك فجئت زوجتك بحاجة ولا كمان دعمت ابن من أبنائك ولا كلمت بنتك في حاجة ممكن تكون متضايقة منها أو حزينة منها كل ما تقدم لهم خدمة كل ما تساعدهم كل ما تحس إن العلاقات بيت علاقات مبصرة ومتزن رابع حاجة حاول إنك تتضرب على مهارة محتاج إليها في التعامل مع أحبابك زي مهارة الحوار مثلا اللي كتير من الناس بيخفلوا إن هم محتاجين يتضربوا عليها ويا سلام على مهارة الامتنان بقى للناس اللي الناس فرطوا فيها وهي من أكتر الحاجات اللي إحنا محتاجين نمتن فيها لإن الرسول اللي اللي صلى الله عليه وسلم كان يحسن الحسن ودايما حضرت النبي كان بيتكلم الكلام الحسن خامس حاجة خامس حاجة اللي نختم بيها ادعي ربنا دايما إن ربنا يجعلك من أهل سلام الاتزان وادعي ربنا وقول يا سلام اللهم اجعلنا من أهل الاتزان حتى تكون علاقاتنا محفوفة بالسلام وتصبح بابا من أبواب الإقبال عليك وسكر نعمتك يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين اجعلنا من أهل الاتزان حتى نذوق حلاوة الإيمان يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا سادة ساهموا معنا وشاركونا وتعالوا نتواصل وتعالوا نتبادل الخبرات عن سلام الاتزان هننتظر أن تحكونا تجربكم على صفحتنا صفحة بنامج ولا تعسروا ونشوف سلام الاتزان غير أديه في حياتكم بعد الفاصل نلتقي بحضراتكم ونتلقى أسئلتكم من باركة ونجيب عليها ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم معنا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بنامج ولا تعسروا اللي بقيت خلاص مكان بنلتقي فيه تحكونا تجربكم على السلامات وسلام الاتزان اللي احنا تكلمنا عنه النهاردة وكمان نتلقى عليه أسئلتكم من باركة اللي بتسعدنا وكمان بتفضل مجالس العلم ممتدة عسى الله سبحانه وتعالى ينظر إلينا ويذكرنا عنده سبحانه وتعالى وتعالوا نتلقى أول اتصال النهاردة من الأستاذ خالد أستاذ خالد كل سنة وحضرتك طيب ويعود علينا وعليك وعلى الأمة الإسلامية بالخير يا رب علينا وعليك وعلى ما تحب إن شاء الله يا رب دايما في ساعة وفي فضل وفي نعمة يا رب يا عالمين ربنا يخليك والله ليه عند حضرتك سؤال كده هو ربنا يخليك عندي والدتي ستة جبيرة عندها ستة وثمانين سنة وظروفها الصحية يعني انت عارف في حضرتك السن وكبر بتاع السن بيخلي هي في عندها أمراض عندها تدخم في عضلة القلب والسكر والكلا والضغط يعني ما تقدرش تصوم فبطلع لها الكفارة بتاعت الصيام طيب وبقول لها يا ربنا غفور رحيم يعني انت ما عليكيش مشكلة يا أمي طالما طلعت الكفارة هل يا طرى لأن أنا كنت سمعت حضرتك في حلقة سابعة قبل كده إن الدين لازم يتسد اللي هو دين 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 مثلا زي دين المال دين الصيام هل يا طرى بعد ما طلع الكفارة الولدتي بتاعت الصيام مضطر إن أنا صم لها الأيام اللي هي بتفطرها دي خالص خالص أستاذ خالد خالص أنت الفدية اللي أنت طلعتها أنا عايزة بس أقول لك حاجتين أول حاجة الفدية اللي أنت طلعتها دي هي تقوم مقام الصيام لأن والدتك مش تقدر تصوم تاني لأن الدكاترة واضح من جملة من سنها ربنا يديم عليها الصحة والعافية يا رب وإن شاء الله يجمع عليها بينا تمام الأجر والعافية إن الوضع اللي فيها الدكاترة اللي لا ما تصومش خالص مش الدكاترة اللي له لك كده تمام طيب وخلاص يبقى كده أنت تطلع الفدية ده مكان الصيام فأنت معلكش اللي أنت تصوم ما حدش بيصوم مكان حد يبقى خلاص يبقى أنت معلكش إن أنت تصوم يبقى هذه أول حاجة الحاجة الثانية المسألة أن هي لازم تبشرها تقول لها أن هي إن شاء الله ربنا يكتب لها السواب كأنها بتصوم وكأنها في صحتها فبشرها بده وخليها ما تزعلش ده كده ربنا سبحانه وتعالى هيكرمها وإن شاء الله يكتبها السواب كأنها بتصوم وكأنها صحيحة فبشرها بده إن شاء الله يا أستاذ خالد نعم معنا نستاذ نظمي أستاذ نظمي تفضلي السلام عليكم وعليكم السلامة وعليكم بخير الحمد لله فضل ونعمة الحمد لله وقول لحضرتك المدام بتاعتي عندها غضة الغضراء اللعبية غضة ضرقية وللعبية صامت السنة اللي فاتت فتابت أكتر فورمت زورها فالدكتور قال لها إيه اللي خليكي صمت فهي أهلا بتفعلها الفدية فهي مش مصدقة إن هي كده حضرتك طيب هو الدكتور اللها الدكتور اللها ما تصومش تاني خالص أيوة لا أصابت حداشر يوم لا استنى بس يا حاج نظمي هي الدكتور اللها ما تصومش تاني طول حياتها خلاص أيوة الدكتور عشان هي عندها الغضة اللعبية أنا عارف بس هو اللها ما تصومش تاني طول حياتها لا ما تصومش للعمر اللها اللها إيه اللي خليكي صمتي المزورة ورقة ما العبارة دي لازم تكون فيها توضيح شوية فتقوله هو أنت كده بتقول لي ما تصومش تاني أبدا فهو لو قال لها خليك اسمعني يا حاج نظم لو قال لها ما تصومش تاني أبدا هتطلع الفدية 30 جنيه عن كل يوم لو قال لها لا لغاية ما تخفي وبعد كده تصومي يبقى خلاص هي أعتقد الأيام اللي هتصومها دي لكن هي زي ما بقولها كده وخليها تسدق لو الدكتور قال لها ما تصومش تاني خالص خلاص ما تصومش تاني خالص وال30 جنيه دولا وإن شاء الله ربنا يكتب لها الثواب الحسن إن شاء الله وخليها ما تزعلش عشان دوت مش مناسب جدا جدا مع حالتها النفسية وخاصة مع مرضى الغد نعم في سؤال وصلنا لنا واحدة بتقول في مشاكل بينها وبين زوجها وهي غضبانة هل ده يؤثر على الصيامها وهل دوت كمان هي محتاجة كمان إن هي تعمل إيه السؤالين دولا سؤالين مهمين جدا جدا هل ده يؤثر على الصيام إذا كان الإنسان بيعمل الكلام دوت فالصيام هيبقى صحيح لكن هل الإنسان بهذا العمل لا يحاسب عليه لا يحاسب لو إن فيه طرف من الطرفين ظالم الآخر هيبقى يحاسب على ده ويبقى دوت من قبيل الظلم فالعشرة دي والزواج بالذات من أكتر الحاجات اللي إحنا لازم نهتم بيها إنه تكون خريعة من الظلم لربنا أمرنا إن إحنا نعاشر بعض بالمعروف فإذا يبقى دوت ممنوع أن إحنا نعمل كده وخاصة في نهار رمضان وخاصة في رمضان مش بس في رمضان خاصة في رمضان لأن رمضان شهر القربات فإحنا ندرك القربة وكمان نفعل المعصية فنتقل الله سبحانه وتعالى في بعض طب تعملي إيه بقى؟ المسألة سألة خالص يبقى إحنا هلنا الصيام صحيح عشان بس الناس ما تدخلسوا الأمور في بعضها طب تعملي إيه؟ تاخدي سواب حديث رسول الله صلى الله فخيروهما الذي يبدأ بالسلام ابدأي بالسلام وإحنا شهر رمضان إحنا مخطرين من السنة دي أنه شهر السلام تكلميه وتعوده معه وتتكلمه وتباعه مع بعضه بوضوحه وبصراحة من غير أذية محدش هو بيتكلم يبقى قصد أنه هو ينتقم ويأذي اللي قدامه لا نتكلم بهدوء بدون محد يأذي التاني نعم أستاذة جميلة تتفضل أستاذة جميلة تفضلي والله هو والأب دايما بيقولك بعد عشرين سنة لازم نطلد العين من البيت ده إيه ده فلسفة جديدة دي أه وراح النهار ده بلغ الاسم الوريء في الولد عشان بيشها بسجارة طيب النهار يعني هو فطر في رمضان هو الولد فاطر في رمضان طيب وحاجة تانية هو دايما القب متطويل اللسان خلت بالحضرتك بسب الدين بيشتم شتيمة مش كويسة ومستحملينه من أربعة سبعة أربعة واحد ألفين وسبعتارش من ساعة ما يجيب السعودية لغاية وقتين هزي السؤال فيني يا حاج جميل السؤال هل فوة لازم يشتمنا ويبهدلنا طول ما احنا مقمين عليه عشان هو بيأكلنا ويشربنا هجاوب بالعاكل الولد عايره بالأكل منع الأكل طيب هجاوب هجاوب حضرتك يا حاجة جميلة بصوا جماعة احنا عندنا شوية تفاصيل كده التفاصيل دي بنشتغالها في مركز الإرشاد الزواجي في دارة الإفتقال يعني أنا عشراف لان انتم تجبونه موجودين لان أنا لا أقول لكم دوت هو جزء من الحل لكن الحل لازم نتكلم في جزوره أولا لازم نعرف ان في حاجة اسمها تبعات ما بعد العودة من الغربة ان بيحصل ايه ان البيت بيكون تشكل الأولاد تربه وامهم ربته ومربته مع شوية قواعد فبيجي الأب كمان عشان يرجع ياخد دوره ويرجع يسترد دوره فما بيلاقيش ان الأولاد متفاعلين معاه لان الأولاد تربه وهو غايب عن البيت فإيه اللي بيحصل فياجي ياخد دوره بعنف ولما الأولاد يمنعوه أو الأولاد يعبروا عن ان هم مش متفاعلين مع ده او مش فاهمين مع ده يتعامل معهم بقاسة وفي بعض الأحيان لو هو حصل له بعض الاترابات النفسية وكتير من الناس بيحصل لهم اترابات نفسية نسبة الاترابات النفسية وصلت في المستوى العالمي الى 30% فالمسألة فلو هو حصل له اي اتراب نفسي فبيحصل ايه فهو لما بييجي ان أحد أصابه اتراب نفسي في اي مرحلة من مراحل حياته فوصلت لهذه النسبة فهو ممكن يحصل له اتراب بسبب الغربة وبسبب الكآبة اللي هو ممكن يدعيها في الغربة وبسبب ان هو رجع وحس ان هو عمره تسرق منه فبعض الأحيان بيعمل تصرفات انفعالية تصرفات مش محسوبة فانحنا بننصح في الوقت ده ان احنا محتاجين دعم نفسي فمش هينفع الكلام ده الامر التاني ان ده بيصيب العيلة كلها يعني ممكن الاولاد كلهم يصيبهم الكلام ده فانا بصراحة شايف ان الامر امر التدخل تدخل جهة للإصلاح والضبط الامور دي كلها وتفهيم الناس اللي بيحصل هو احنا المفروض نقبل هو الراجل بيبحث عن دور فهل ان احنا لو احترمناه بدنا ندخله شيئا في شيئا في حياتنا هيبقى دوات احسن فده محتاج ان احنا نعمله بشكل صحيح هو طبعا مش من حق ان هو يشتم ومش من حق ده بس كمان الولد حرام عليه ان هو يفتر في رمضان وحرام عليه كمان ان هو يتجرع على ابوه هو مش من حق ان هو يتعامل مع ابنه بهذه الطريقة اللي فيها صلافة لكن هو كمان الابن لازم يحترم ابوه مهما حصل منه فحنا تقول له هيتحسن لما نروح لأصل المشكلة والكلام اللي انا قلته لكم في اول الجواب على سؤال حضراتكم نعم استاذ محمد من اقصر تفضل اهلا وسائل استاذ محمد الحمد لله والله في مشاكل بينه وبين زوجتي وعرض رقم تلفوني طيب اعيده لحده لك رقم تلفوني في الكنترول حضر ما اشهده اتفقد اعود استاذ مونة تفضل استاذ مونة من الجيزة تفضل عليكم سلام عليكم عليكم سلام عليكم استاذ مونة تفضلي ازاي كيف اعمل ايه فضل الحمد لله بقول لحضرتك انا والدتي زعلانة مني داخلة على سبع سنين سبع سنين سبع سنين مش كتير شوية مش كتير شوية استاذ مونة نعم مش كتير شوية ان هي تزعم منك سبع سنين انا كل ما ااجي عشان اصلحها او اراضيها هي بترفض ولو صلحتني بتصالحني شهر واتنين وبعد كده اخويا يقول لها لا ما عمتش تكلميها ولو كلمتها انا مش هاجي ورعيتي ولا هاجي اشوفك ولا هاجي اعرف عنك حاجة اه فهي ما عديتش بتكلمني خالص اه احنا عاديين في نفس البيت تقريبا وبنزل وبطلع عليها بقول بلت عليها الكلام هي ما بتردش علي السلام لدات وقتنا هذا وقردت وقردت لها قبل رمضان ما بتصلحنيش اه قلت لها كل سنة وانت طيبة قالت لي انت في حالك وانا في حالي كل ده اه انا علشان انا اسفة ان اه في قانون في العيل عندنا ان انا اطلقت فتجاوزت تاني فازاي انا اطلق واتجاوز هو ده القانون اللي عند العيلة بتاعتنا يعني فانا متلقي حل اللي انا اعمله مع والدتي ويسارة فيه فيه حل اللي ان انا اه اكفر عن ان انا مثلا زعلاها او كده اجابة حضرتك اجابة حضرتك حاضر يا استاذة مونة استاذة مونة اولا كونك تجاوزت ده مش اسم ولا حاجة لكن انت لما تتجاوزي كمان فيه بيئة لازم تتعامل معها احنا ما بنحاولش يا سيدة يعني احنا لازم نتعامل مع مسألة الطلاق دي بحكمة شويتين ثلاثة كل الاطراف اللي هم ليها ملاقب الطلاق اهل الاهل المطلقة والمطلقة نفسها ومسألة الجواز التالي لازم نكون عندنا نوع من انواع الوعي والنضوج ما فيش حاجة اسمها احنا عندنا طريقة فلانية ولا عندنا طريقة العلانية اهم حاجة يكون الجواز مبني على اصول وقواعد ونبقى ولاد اصول في الجواز ويبقى كمان اولاد اصول ونحنا بتعامل مع المطلقة بلاش نعز بالمطلقة المطلقة مالهاش زنب يعني المطلقة مش عشانية طلقت تبقى والعزب الله سبه ولا تبقى وصمه فاتقوا الله سبحانه وتعالى في النساء فده اول حاجة ده كلام لولدتك لكن الكلام دي كنت بقى انا القيت عليها السلام ويما ردتش والله العظيم انت بتكلمي بجد يعني اللي القيت عليها السلام ومردتش تمانتي اصلا ما تكون زعلانة من جوزك ممكن لما يجي يكلمك ما ترديش اول مرة وتاني مرة وتالت مرة رابع مرة ممكن ترد عليه عشان انت مقموصة منه ده امك امك اللي ربنا قال وقضى ربك اللي لا تعبده الا اياه بالوالدين احسانا انزلي على جريها بوسيها افضلي وراها لغاية ما ترضى عنك افضلي وراها لغاية ما ترضى عنك ايه اللي اشكال يعني هي زعلانة منك اه زعلانة منك بس انت هتحاول اتوازني ما بينها وبين زوجك وده وتعالى فكرة عقل واهل ما سهل بس بالاخر دي امك هي معترضة على جوازك اه معترضة على جوازك لكن انت خليها تحس ان هي ما تقدريش تعيش من غيرها عشان دي جنتك ونارك فازاي انت متبرهاش سبع سنين ليه يعني جايلك قلبي تتخصم مع امك سبع سنين بتسمع كلام اخوكي خليها تسمع كلام قلبك وانت بتحني عليها وتطلع وتنزلي عليها وتقولي برمي عليها السلامة ما بتردش وبيجيلك قلبي بقى لما هي ترد ترمي عليها السلامة ما بتردش بيجيلك قلبي تطلعي وتكمل بيتك دي امك اذا ماتت ام الانسان نادى منادن ماتت التي كانت ترحم من اجلها فاتق الله سبعانة تعطف امك وافضلي وراها لغاية ما ترضى عنك افضلي وراها لغاية ما ترضى عنك دي امك مش اخوك 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 هنتكلم عليه كلام تاني لكن دي امك اكيد هتفهمك واكيد هتحس بيك بس انت الرب منها ما تحسسهاش ان انت فردت فيها فلازم تعملي كده هو ده تلحل الوحيد نعم مستاذ عبدالله مستاذ عبدالله تفضل اهلا وسهلا زيك يا دكتور زيك يا أستاذ عبدالله الله يرديك يا رب ويبارك في حضرتك وفي أولادك يا رب بحب أنا أولا يدعيلي أنا وأولادي وزوجتي يا رب يبارك فيهم يا رب ويجعلهم زرية صحة يا رب العالمين ونشكر فريد اعتبت حضرتك تاس محترمة جدا على رأس على رأسي الله يرديك الله يرديك حاجة تشرفنا كلنا أهلا وسهلا 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 حضرتك بتتكلم عن الاتزان النفسي والأسري والمعنوي صحيح كميع الاتزان صحيح اه انا شلت حماتي وهي مريضة وروحتي بها المستشفى وعملت طبعا ده واجب علي لانه مراتي ملقاش اخواتي بيوني طيب واخد بالساعدتك فاعشنا مع بعض الحمد لله وتوفى الله وست مراتي برضو انا شلتها شقتي وخدتها لغاية ما ماتت عندي ودفنتها وقمت ما يقول لي كل ما بيقول عليه الله ربنا والرسول عليها افضل ربنا يجعله في ميزان حسنات يا رب يا رب جميعا حضرتك انا تي خلاف بني وبين زوجتي حالية طيب عاوز حضرتك بعد اذنك تتدخل يعني يا شرف ليا طبعا انك ممكن تكون وضع في حل هذا النزيع يلا توكلنا على الله تعالى وشرفوني على مركز الرشاد الزواجي بدور الافتاة المساعدة ويشرفني ممكن حضرتك توجه لها الدعوة دي بعد اذن ساعدتك انا طبعا حاليا مش في البيت بعد اذنك انا يعني هاعد برا البيت هاعد مع والدتي حالية يا ست يا ست زوجة السيد عبدالله ام كريم يا ام كريم يا ام كريم يا ام كريم احنا في شهر ما تقولش الاسم يا ام كريم احنا في شهر رمضان الكريم خلينا خلينا نتكلم مع بعض وخلينا نتكلم مع بعض وانت لو كنتي عايزة تكوني من اهل طولة المغفرة فطولة المغفرة بييجي بالايه بالعفو والصف وان احنا نيجي نتكلم مع بعض وعلى فكرة احنا لما نيجي نتكلم مع بعض مش هقولك ان انت كلام اللي احنا بنقوله في الكلام العام ده تنعب في نصف لا اروح لأصلا مشكلة وانحلها فتعال اتفضلي وتعال اتكلمي اقولي كل اللي انت عايزاه اقولي كل اللي في قلبك وطلع اللي في قلبك عشان نبني ونقسس الحياة على اتزان وعلى وعي وعلى سلام اتزان فتعالي انا بدأ حضرتك وتأكدي تأكدي ان انت عتشوفي تحليل مختلف ونظر مختلف للمشكلة ممكن ان شاء الله ربنا يكون يجعله سبب ان شاء الله لانك انت تكوني في حالة جبر الخاطر وفي حالة رضا وفي حالة سعادة ان شاء الله نعم استاذ محمد من التأهلية ايوه السلام عليكم وعليكم السلام وحضرتكاته استاذ محمد اتفضل عبيت المستاذ اه اتفضل يا فن اتفضل استاذ محمد معك عمر كل سنة وحضرتك طيب وحضرتك طيب يا سيدي تفضل اتفضل طيب استاذ محمد بس يعني اطمع ان حضرتكت بس تتوطل التلفزيون وتسمعني من التلفون عشان نقدر نتواصل بسهولة انا اتفضل وطل التلفون ايوه السلام عليكم عمر الحقيقة يا فضرت الشيخ اتفضل يا فن والله انا عاجة واجه سؤالي لفضرت الشيخ كل سنة حضرتك اتفضل يا فن انا مع حضرتك او اتفضل يا فن اتفضل السؤال اتفضل اتفضل انا حضرك طيب وحضرك طيب يا سيدي تفضل اه والله انا زبتي توفت من شهرين من الناس ثلاثين وانا كنت مداوم لنا كل جمعة بروح اقرالها الفتحة والجميع المواصلة والحاجة الدين انا طبعا تركت البلد وقعدت في القاهرة وكل ما طبعا ما عمتش بعرف اتواصل انا رح اقرالها على المدافق المثلة والحاجة الدين طيب قولي طيب فين السؤالي ممكن ان انا اقرف الزيت والحاجات دي انا واصلها الدعوات للقراءة القرآن هجاوب على حضركة استاذ محمد استاذ محمد اه طبعا والله سبحانه وتعالى يوكل ملائكة تحمل هذا السلام وتحمل هذه الانوار وتحمل هذه البركات ان شاء الله لزوجة حضرتك فعشان كده اه يجوز ان انت تعمل كده ان انت تبعت الهدايا بقى ايه الهدايا تقول الله مهب مثل ثواب قراءة القرآن لزوجتي يوصل الله ان شاء الله وتسلم عليها وان شاء الله يبعت لها السلام ويوصل الله السلام بالخير والبركة وان شاء الله ربنا جعلك في خير وصح السيدة موليلة تتفضل والسلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله بركاته لو صباح دي افضلتش ابيتك انا متجوزها من 12 سنة نعم بس يوزي بقى له 3 سنين كل يوم يتخنق معي عشان انا بتفرج على التلفزيون او لو هكلم حد من اخوات من اهل من اهلي جوز اخواتي اي حد طي ليه بقى طيب السيدة السيدة موليلة ايه اللي حصل من 3 سنين يعني ايه الواقع اللي حصل من 3 سنين انا كنت حضرتك انا مش مش كنت بتفرج عن مسلسل اللي هو بتاع العفاريت والحاجات دي اه فهو لان انا متبعت حتى الجزء التاني فهو شايف بقى ان انا كده لما بجا تفرج على التلفزيون مع اني يشهد الله اني مفيش نوعي حاجة من حاجات دي ان انا بتفرج عادي زي اي حد ومش بتفرج على اي نوعية يعني مثلا من حاجة بتاع العفاريت طي طيب السؤال بس هو ما انا عايز اعرف ايه اللي حصل من 3 سنين 3 سنين لات هي مسألة من اول ما تفرجتي على المسلسل اللي هو كان فيه العفاريت ده ام اتدت بقى او اتدت بقى لي طيب وليت فرجتي على الجزء التاني طيب عشان تزود عنده العفاريت اللي عنده اتزوده عنده قضية العفاريت دي طيب انا هكلم حضرتك يا مولايلة بس يا سيد امولايلة اي راجل تزيد غيرته على زوجته بتتعالج بمزيد من الاهتمام اهتم بي زيادة هتقولي لي انا مهتمية بيه لا انت كل الحكاية حسيتي ان هو بقى بيخنقك بالغيرة بتاعته دي وفعلا انت صادقة اللي انت قلت غيرة مش شك دي اسمها غيرة ان الواحد يبقى حريص ان حبيبه ما يكونش عنده غيره على فكرة ممكن يكون هو بسبب المسلسل بتاع الفاريت ده هو حصله خوف انسان طبيعي فبقى هو حاسس طول الوقت ان هو محتاج لك هو بقى عامل زي الطفل انت انا اول ما قلت عامل زي الطفل هتقولي لي ايوة عامل زي الطفل اللي متعلق بامه صح فاحنا محتاجين ان هو يحس بامان شوية يحس ان انت دايما يبعتوله رسائل ان انت دايما هو اهم حاجة عندك في حياتك ان هو ان انت بتحبيه اعتف عليه وحن عليه وتطبي عليه مفيش منع ان انت تاخديه وتطبي عليه اعملي كده لان هو محتاج كده لو انت بتسأليني تعملي ايه هو محتاج كده ما تخفيش ان هو بيزعق وبيتدخل ومعرفش ان انت لو عملت معاه كده هيصدك لا مرة مع مرة هتلاقيه استجابلك وحسب انك انت قد ايه مهمة في حياته فانا دي رأيي وانا شايف ان الغيرته دي تتعالج بمزيد من الاهتمام من حضرتك نعم استاذ وليدي تفضل السلام عليكم وعليكم سلام عليكم استاذ وليدي تفضل حضرتك انا عندي ماشي في 47 سنة مأز من زمان ناحية الزواج والعمل والصلاة عايز اعرف حريك تخذني اعمل ايه و ايه حكم الدين في كده طيب انا اقول لحضرتك يا استاذ وليد واقول لحضرتك بسرعة اول حاجة انت مش مأز ولا حاجة انت محتاج شوية تغير بعض المفايم اللي عندك انت دلوقتي في شوية السمات عندك انت بتخلي مسألة الجواز مش سهلة عندك انت شوية ممكن تكون مهتم نمكي زي ما بقولوا الناس مثلا باعتبار ان انت 47 سنة فهتفهم اللغة بتاعتنا اللي فيها شوية لغة قديمة فيه نمكي شوية محتاج ان انت ببساطة قلص تبقى اسهل من كده في حياتك محتاج ان انت تشوف الناس تكون علاقتك بالناس اسهل من كده وما تحسش ان الناس بيئزوك وتحس ان انت علاقتك بالناس تكون اسهل من كده شوية الحاجات دي هي اللي هتخليك احسن في مسألة الشغل واحسن في مسألة الجواز واحسن في مسألة كمان العلاقات بشكل عام لكن انت لا فيه ازا ولا اي حاجة واذا كنت عايز تبقى في سلام وفي امان برضو اقرأ سبع مرات قبل النوم الفتحة واقرأ المعاوزتين وامسح بيهم جسمك وبس لكن انت مش محتاج اي حاجة والكلام اللي انا بقولك ده عشان اخليك تذكر ربنا مش عشان انا بقولك ان انت عندك حاجة لا انت معندكش حاجة انت بعض السمات الشخصية اللي انت محتاج تغيرها وانت عارف كويس انا بقولك لو حد من اللي عارفينك حواليك دي لقاتي هيقول الكلام ده فلو سمحت انت محتاج تغير بعض السماتك الشخصية ان انت تبقى اسهل تبقى اكثر احساسا بالامان مع الناس تبقى اكثر قبولا للناس ده هيغير المسألة وده هيخليك أحسن في الشغل وكمان في العلاقات وفي الجواز يا سادة احنا تكلمنا النهاردة عن سلام الاتزان ما أحلى من سلام السلام ده هو اللي بيخليك تستطيع أن أنت تدوق حلاوة كل حاجة في حياتك لو عشت في سلام الاتزان هتحس بروعة الحياة هتحس بروعة النعمة هتحس بقد إيه أنت مسنود وممدود من الله هتحس بقد إيه بأن كل خطوة في حياتك عندها فيها بركة ونور وخاصة لو أن كنت عشت سلام الاتزان ده في العلاقات يا سادة تعالوا ندعي ربنا سبحانه وتعالى ونلوذ به عشان يرزقنا سلام الاتزان فنقول يا سلام اللهم اجعلنا من أهل الاتزان حتى نكون في علاقاتنا محفوفين بالسلام وتصبح علاقاتنا بابا من أبواب الإقبال عليك وشكر لنعمتك يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين ارزقنا بعلاقات مفسرة نرى فيها جمال نورك يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين اجعلنا على الدوام إلى جمالك ناظرين يا أكرم الأكرمين